موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من الأجندة في الأجندة هذا الأسبوع قراءة بالتغييرات الرئاسية في هرم السلطة الانتقالية الشرعية في مواجهة الانقلاب صراع قيم لا صراع سياسة استبق الرئيس عبد الربو منصور هادي انعقاد مشاورات الكويت بخطوة وصفها المراقبون بأنها أهم عملية ترميم لجبهة الشرعية منذ بدء عدوان ميليشيا المخلوع صالح والحوثي على اليمنيين في أوائل العام 2014 ورأى هؤلاء في هذه التعيينات إعادة اعتبار لثورة الحادي عشر من فبراير التي كانت كتعرضت لطعنات كثيرة وتعرض رموزها ومساندها لعمليات تشويه ممنهجة أدت إلى إفساح المجال للقوى الانقلابية لكي تنفذ أخطر عملية هدم لثورة فبراير والأخطر من ذلك أن استهداف ثورة فبراير قد أدى إلى وقوع الدولة بكل مؤسساتها في جيب ميليشيا الحوثي المسلحة وداعمها الأساسي المخلوع صالح وكتائبه المتمردة وسرعان ما صعد هذا الحلف الانقلابي من مخطط استهداف الدولة إلى النيل من رأس النظام الانتقالي نفسه وتصفية إرث التغيير بل وتصفية الثورة اليمنية برمتها ومع هذه التحركات التي تمت تحت عنوين مراوغة كانت الإمامة تكترب أكثر فأكثر من استعادة نفوذها مستغلة الشرخ العميق في الوعي وفي النسيج الاجتماعي واختلاط الأوراق وتضاد الإرادات على الساحة الوطنية في هذا الملف من الأجندة سنصلط الضوء على الأهمية السياسية وربما الاستراتيجية للتغييرات التي طالت هرم السلطة في القرار الرئاسي الأخير وأوصلت أشهر شخصية معادية للانقلابيين إلى البنصب الثاني في الدولة تعيين نائب للرئيس ورئيس للوزراء حدثان استثنائيان حتى في الظروف العادية لأن الأمر يتعلق بالتغيير في هرم السلطة بكل ما يترتب على تغيير كهذا من تبعات وبغض النظر أن تقييم هذه التبعات بالسلب أو بالإيجاب وحريم بالتعيينات التي أجراها الرئيس هادي مساء الأحد الماضي أن تثير كل هذا الجدل وردود الأفعال المتباينة وإن كان معظمها يصب في مجرى التأييد والمباركة لهذه القرارات كيف لا؟ والذي تم تعيينه في منصب نائب الرئيس هو الفريق علي محسن الذي ظل بمثابة شوكة جارحة في حلوك الانقلابيين حتى الآن وكانت الإطاحة به هدفا رئيسا من أهداف الثورة المضادة أما منصب رئيس الوزراء فقد ذهب إلى الرجل الثاني في المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي استبق المخلوع صالح كرار تعينه رئيسا للوزراء بإيقالته من منصب نائب رئيس حزب المؤتمر وانتظر الناس ردت فعل نائب الرئيس السابق خالد بحاح حيال إيقالته المسببة وإذا بردة فعله تأتي متناكضة فمن الترحيب على الفور إلى المناكفة بعد ذلك وكأن الرجل قد وقع تحت تأثير طرف ثالث لسنا معنيين هنا بالكشف عن هويته بيان بحاح لم يأتي معزولا بالطبع فقد آزره بيانان آخران أحدهما صادر عن الحزب الاشتراكي والآخر عن التنظيم الوحدة والشعب الناصري ينفيان في بيانهما صلتهما ببيان تأييد قرار رئيس الجمهورية وهنا يبرز السؤال من الطرف الذي يريد أن يخلق جبهة موازية داخل صف الشرعية لماذا لجأ هذا الطرف إلى إذكاء المواكف الانتهازية التي عرفناها منذ دماج وحتى سقوط صنعاء هذا واحد من الأسئلة التي يتعين تأملها بعناية دون ما حاجة للإجابة لأن قرارات التعيين غير كابلة للنقاش في مناخ الحرب الذي تتميز فيه المواكف والصفوف حيث الدولة وأنصارها يقفون في جهة وأعداء الدولة والوطن والاستقرار والشراكة يقفون في الجهة الأخرى إعلام المخلوع صالح كما إعلام ميليشيا الحوثي كان قد وصف بندغر بأحد خوانة المؤتمر الكبار بعد أن انحاز بندغر في لحظة تاريخية حاسمة إلى جبهة الشرعية وخيار اليمنيين في استعادة الدولة تماما كما فعل من قبل الفريق علي محسن وما أكسب هذين القرارين أهمية إضافية هو أنهما صدراء في ظل تطورات متسارعة تشهدها البلاد تكاد تحدد مصير التسوية السياسية وتطوي صفحة بالغة السوء من تاريخ اليمن هي صفحة الانكلاب على الدولة والإجماع الوطني هذا القدر من الجلبة التي أثيرت حول هذين القرارين له ما يبرره فلربما كان هذا التغيير علامة على انتهاء مرحلة سيئة من التجاذبات التي أثرت على أداء الدولة في المرحلة السابقة وعطلت أداءها وجعلت الحكومة على وجه التحديد حاجز عن النهوض بواجبات أساسية وملحة وعن التعامل الجدي مع ملفات مهمة مثل ملف الجرحة والمقاومة إلى حد شعر معه المقاومون في الميدان بأنهم منقطعين عن المدد والإسناد من جانب الحكومة وكأنهم يقاتلون بالحد الأدنى من الإمكانيات والعتاد في مقابل خصم يستأثر بكل التجهيزات العسكرية والإمكانيات الكتالية التابعة للدولة المستلبة لم يصدر عن المخلوع صالح والحوثيين بيان رسمي يعتد به بشأن هذه التعيينات رغم أنها شكلت ضربة قوية لمخطط حليفين الانقلاب في عدم خسارة المواجهات على الصعيدين العسكري والسياسي معا لأنه ما يدركان أن تعيينات كهذه تعبر عن إرادة السلطة الشرعية والتحالف في التعاطي الحازم مع أي مخطط من شأنه أن يبكي الحوثيين قوة تهدد السلم الاجتماعي والوفاق الوطني أو تؤثر على هوية الدولة وعروبتها التفسير الوحيد أن القرارات مثلت ضربة قوية أفقدتهما التوازن أضف إلى ذلك أن هذين القرارين صدروا في الوقت الذي يتواجد فيه ممثلون عن ميليشيا الحوثي في الرياض في جوالات مفاوضات سرية تتجاوز مسألة التفاهمات حول الحدود إلى ما هو أشمل من ذلك بكثير إنها في الحقيقة المفاوضات الحاسمة التي ستكرر مصير التسوية وطبيعة العلاقة بين المكونات اليمنية جميعا وعلاقة اليمم بالمحيط الإقليمي ومن المؤسف حقا أن بحاح وقع في فخ الإنابة المجانية عن الإنقلابيين في معرض محاكمته للقرارات فقال بحاح ما سكت عنه هؤلاء وأولئك ليثبت حقيقة واحدة هي أنه لم يكن رجل المرحلة بقدر ما كان مرتهن مثل الكثيرين من اللاعبين المحليين لإرادة لاعبين خارجيين أو سعرفه ذا أنفق المراقبون جزءا كبيرا من وقتهم في تفنيد أسباب إقالة بحاح من منصبيه الكبيرين من الأصح رغم أن دباجة تعيين رئيس الوزراء الجديد دكتور أحمد عبيد بن دغر قد أبانت أسباب هذه الإقالة وذكرت الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة اليمنيين وحل حالة مشكلاتهم وتوفير احتياجاتهم ومن الأسباب أيضا عجز حكومة بحاح عن المضي في تنفيذ خطة دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء إلى جانب عدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي كدمه الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم بالطبع المملكة العربية السعودية هذه إذن هي المبررات التي تضافرت وجعلت من أمر إقالة بحاح إجراء ضروريا من وجهة نظر الرئيس هادي والموافقين له والحقيقة أن حالة من عدم الانسجام كانت قد سادت المستوى القيادة الأعلى في الفترة الماضية طوال الفترة الماضية في ظل ضرف حساس أدت هذه الحالة إلى إضعاف السلطة الانتقالية ولكن هناك أسباب أدت إلى حدوث حالة عدم الانسجام هذه بعضها على علاقة بالتباين في الأجندات الخاصة بأطراف التحالف نفسها التي جعلت كل طرف في الحكومة يشعر أنه مسنود بصورة أو بأخرى وشجعه هذا الطرف الخارجي على التمترس داخل مواقفه الخاصة كانت حكومة بحاح هي ثمر التوافق وطني هش فرضته إرادة الطرف المتغلب وهم طبعا الحوثيون وحليفهم صالح وعلى الرغم من أنها تشكلت كحكومة كفاءات إلا أنها كانت تجسيدا فاكعا للمحاصصة السياسية التي أنتجت حكومة غير متماسكة في الأساس قبل أن يضطر رئيسها للاستقالة بعد أن تسارعت خطوات الانقلاب وتقويض السلطة الانتقالية إقالة حكومة بحاح ربما كانت تعني بشكل أو بآخر تصفيت تركة مرحلة سياسية سيئة هيمنت عليها الميليشيات والانقلابين في العاشر من إبريل الحالي ستدخل الهدنة المعلن عنها حيز التنفيذ وسيمثل احترام الهدنة مؤشرا على أن المفاوضات أو المشاورات تمضي باتجاه الحسم السياسي لأزمة يمنية طال أمدها وأنتجت وضعا مأساويا في ظل توقعات غير متفائلة من جانب الحكومة بشأن جدية الطرف الانقلابي لا شيء أصطق من اختبار الإرادات في الميدان هناك يتبين ما إذا كان الحوثيون وشريكهم في الانقلاب المخلوع صالح قد اكتنعوا فعلا بأنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم بواسطة الحرب في ظل اختلال معادلة القوى لصالح قوات الشرعية والمقاومة ومن خلفهما التحالف العربي ستكون الهدنة مؤشرا على مدى نجاح مفاوضات الرياضة السرية في تحقيق اختراك حقيقي باتجاه انضاج التسوية وانضاج تسوية سيجري إقرارها واعتمادها في مشاورات الكويت المقبلة وفقا لأرجح التوقعات المشهد اليمن اليوم يتأرجح بين ذهاب جدي نحو مفاوضات تحسم الحرب بأدوات سياسية وتنهي كافة التداعيات الناجمة عن الانقلاب وبين البقاء في دائرة الحرب التي ستكون لها نهاية مماثلة وهي الحسم ولكن بواسطة الأدوات العسكرية ويبدو أن الاستعداد للخيار الأخير قد تم بتأكيد العزم والحزم من جانب التحالف العربي ومن خلال التعيينات التي دفعت بالفريق علي محسن الأحمر إلى منصب نائب الرئيس والدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى رئاسة الوزراء هناك طرف واحد يلح على إنجاح المفاوضات السرية التي تجري حاليا في الرياض وتعد المملكة العربية السعودية طرفا أساسيا فيها هذا الطرف الذي يلح هو الحوثيون الذين يستميتون في الحصول على مكاسب سياسية تضمنها المملكة نفسها وليس أي طرف آخر وبالطبع يتحركون في هذا الاتجاه وعيونهم على المستقبل الذي لا يزالون يرون فيه فسحة لخوض مغامرة جديدة بعد أن يكونوا قد أمنوا جار اليمن الكوي هذه المفاوضات ربما تنجح في تأمين الإطار الذي سيجري التوقيع عليه في ختام جولة المشاورات القادمة في دولة الكويت حيث ستأخذ هذه المشاورات طابعها الرسمي والبروتوكولي وبعدها الإعلامي وتكر الخطوط العريضة التي تصيغها الآن مفاوضات السرية أو المفاوضات السرية وفق أرجح التقديرات كل الاحتمالات واردة كل الاحتمالات واردة بشأن انعقاد جولة مشاورات الكويت أو عدم انعقادها وحين تستكمل مفاوضات الرياض أو حين تستكمل مفاوضات الرياض سيكون قد تبين لليمنيين ما إذا كانت هناك مفاوضات كهذه تتم بالضمانات الكافية التي من شأنها أن تمنع تكرار ما حدث ولا تضع اليمنين مجددا رهن مزاج المقامرين بمستقبلهم أم لا وهذا بالتأكيد لن يتحقق إلا بترسيخ أسس دولة يمنية قوية تحادية ديمقراطية وفقا للتصور الذي اعتمده مؤتمر الحوار الوطن الشامل دولة يكون فيها الأفراد بمختلف مستوياتهم القيادية أدوات طيعة بيد الدولة وليسوا بديلا عنها وعن مؤسساتها ولا بديلا عن إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات ومنحها وفق المنظومة الديمقراطية المتعارف عليها هذا هو السكف الأخلاكي المفترض لمفاوضات الرياض التي تنخرط فيها أطراف دولية مؤثرة ولن يكبل اليمنيون بأي سكف آخر لن يكبل اليمنيون حتى في هذه اللحظة التي لا يسيطرون عليها بإعادة هندسة ورسم واجهة سياسية مشوهة ومهترئة لدولتهم أو بإبقائها ضعيفة تنفذ من خلالها في أي وقت قادم مخططات الهدم والتفكيك التي عانت منها الدولة اليمنية طيلة الفترة الماضية التضحيات الجسيمة التي يقدمها اليمنيون اليوم في سبيل الدفاع عن دولتهم لا تحتمل الخذلان وإرادتهم وتضحياتهم ومصطاقيتهم في التعامل مع التحديات الراهنة لا تحتمل طعنات إضافية في الخاصرة يجب الإصغاء إلى الطيف الواسع من اليمنيين الذين يرون الحل في استعادة الدولة بمبادئها الأساسية الحرية، العدالة، سيادة القانون وبمضمونها الديمقراطية التعددي لأنهم إن أصيبوا بإحباط فإن ارتدادات هذا الإحباط ستكون وبالاً على الجميع كان الناس يرون في تمدد الميليشيا وانتفاشتها خطراً على العاصمة والدولة والنظام الانتقالي وعلى ترتيبات انتقال السلطة والسلام في اليمن وفي المنطقة ومع ذلك كان هناك البعض يلعب بأعصاب هؤلاء المخلصين ويحاول إقناعهم بشكل فج أن كل شيء سيكون على ما يرام ستذهب الميليشيا إلى صنعاء لتغلق جامعة الإيمان وبضع مدارس ومساجد وجمعيات وستعمل عفواً على تسليم مكر للفرقة إلى أمانة العاصمة ثم تعود الميليشيا من حيث أتت لم تمضي الأمور كما خطط هؤلاء فقد تحولت الميليشيا التي أوكلت إليها مهمة محاربة الإرهاب إلى كتائب إرهاب تنشر الرعب في كل مكان وتقوض الدولة وتنهي كل الترتيبات السياسية التي دعمها اليمنيون ودعمها الإقليم والمجتمع الدولي بل ظهرت كحصان دروادة هذه الميليشيا لتمرير مشروع إيران طائفي إلى خاصرة الجزيرة العربية مثلت التعينات الرئاسية الأخيرة أو التعينات الرئاسية الأخيرة التطور الأبرز في مسار التحول السياسي الذي تشهده البلاد لأنها جاءت ملبية لتطلعات الكثير من الثائرين على الميليشيا الانكلابية ويرغبون في إنهاء النفوذ السيء لميليشيا اختارت طريق العنف والحرب والاكتتال في طريقها المفضوح لاستعادة الإمامة المكبورة التي هي مصدر شرور ميليشيا الحوثي منذ تشكلها وحتى الآن فهل نحن بالفعل أمام تحول حقيقي في مجرى الأحداث في اليمن على ضوء هذه القرارات والتعينات والمفاوضات والترتيبات الجادة في المرة أو الترتيبات الجادة لعقد جولة مشاورات جديدة هذه المرة في الكويت دعونا نتابع هذا التقرير أكسب كلها الغضي أن أكون من تمسكا قرارات من روح التغيير وإنجازاته لا وصف يمكن أن يفسر الدلالات الحقيقية للقرارات الرئاسية الأخيرة سوى هذا الوصف الذي يأخذ بعين الاعتبار الأهمية القصوى للتعيينات من حيث أنها لم تتوخى تصفية الحسابات بقدر ما توخت إعادة الأمور إلى نصابها وبالقدر نفسه إعادة الاعتبار لثورة 11 من فبراير المجيدة وللمد الثوري العظيم الذي انتصر من خلاله اليمنيون للحرية وللحق والعدل والمواطنة والعيش المشترك لا يتعلق الأمر بإعادة تدوير الوظائف كما يحلل البعض أن يقول ولا يتعلق الأمر بأفراد أو شخصيات بعينها بل بالمبادئ والقيم وبالمواقف المتجردة من نزعة الأنا والمنحازة إلى الوطن ومصالحه العليا التي ينبغي أن تحضر في أولئك الذين يتصدرون المشهد السياسي في هذه المرحلات الحساسة من تاريخ اليمن اقتضى الأمر إجراء تغييرات جوهرية ضمن الهرم الأعلى في السلطة الانتقالية وبدى الأمر وكأنه إطاحة بالشخصية الثانية في السلطة لكن الأمر يتجاوز هذا التقدير إلى ما هو أبعد منه ذلك حينما يحين التغيير وتسدعيه الضرورة القصوى يصبح التغيير استحقاقا يتجاوز إرادة الأفراد ورغباتهم هذا هو ما حصل بالتحديد فالتداعيات المتسارعة في المشهد اليمني لم تحتمل المزيد من الجمود على مستوى القرار الأعلى في السلطة ولا المراوحة في المساحة الرمادية ذاتها والاحتكام للعلاقات المتوترة والمواقف المتناقضة في دائرة صنع القرار العليا في السلطة في وقت يتعين فيه على السلطة والحكومة إنجاز استحقاقات وضعت مصداقيتها على المحك لا شيء يندل جبين أكثر من إبقاء جرح المقاومة على هذا النحو المزر من الإهمال الذي عبرت عنه السلطة خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة لا تتوفر ضمانات فورية لحل الإشكالات المرتبطة بهذا الملف لمجرد أن التغيير قد حدث البيان الأخير لنائب الرئيس المقال كشف عن أن الاتهامات التي لحقت بحكومته كانت موضوعية فإلى جانب النواع السيئة غابت أيضا المسؤولية التضامنية بين كل المستويات القيادية في السلطة التنفيذية كان من نتيجتها أن الجرحة تعرضوا لأسوأ معاملة يمكن أن يتلقه أبطال ميامين عادوا لتوهم من ميدان المعركة وهم يتكئون على جراحاتهم فلم يجدوا الحد الأدنى من سبل الرعاية لا تبدو قضية دمج المقاومة في الجيش الوطني بنفس إلحاح قضية الجرحة وليس لها البعد الإنساني ذاته ولكنها في نهاية المطاف استحقاق يتعين إنجازه وفاء لمن قاتلوا في ميدان البطولة وحق لهم أن يستوعبوا في صفوف الجيش الوطني الجديدة والوحدات الأمنية التي يوعد تشكيلها قدم التحالف العربي أكبر عملية دعم إغاثية وإنسانية لليمن إباني سنة من الحرب ولم تكن هناك خطط واضحة لتوجيه هذا الدعم وإيصاله إلى المناطق ذات الأولوية مثل تعز والضالع والبيضاء وغيرها من المحافظات والمناطق التي عانت ويلات الحرب أكثر من غيرها تعمدت الحكومة ترك المساحة خالية للمنظمات الدولية التي تقدم القليل وتتحدث كثيرا عن مأساة الشعب اليمني وتستنتج في نهاية المطاف أن المشكلة تتكمن في التحالف العربي وليس في الحرب التي تشنها طغمة شمولية موتورة ومسكونة بنزعة سلطوية تتناقض مع قيم الحرية والديمقراطية والعيش المشترك تلك كانت مبررات موجة التغيير الجديدة في بنية السلطة يضاف إليها أن التغييرات عكست تصميم السلطة الشريعية ومعها التحالف على تماسك بنيان السلطة أمام التحديات الكامنة في سياق تسوية سياسية لا يجب أن يدفع اليمنيون ثمنا سياسيا باهظا لها كما دفعوا من قبل ثمنا باهظا لمغامرة الحرب المليشياوية هناك إذن جملة من المبررات الموضوعية التي اقتضت هذا التغيير في هرم السلطة مما يجعلها ضرورية وليس مجرد وركة في سياق مواجهة عبثية مشاهدين الكرام نذهب معكم إلى فاصل كصير نعود بعده لمواصلة النقاش في ملفنا الثاني من الأجندة لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجددا إلى ملفنا الثاني من الأجندة لماذا نرفض مشروع الحوثي ومشروع صالح؟ لماذا أيدنا التدخل العربي في اليمن؟ لماذا نعتقد أن المشاريع الأخرى المناهضة لهما أقرب إلى مصلحة اليمن؟ هل نحن متحيزون لمصالح شخصية أو حزبية ضيقة؟ أم أن لدينا أسباب وجهة؟ هذه الأسئلة وغيرها لا شك أنها تتردد على ألسنة البسطاء ومن في مقامهم من المتعلمين اليمنيين لا بهدف الاستفسار طبعا بل بهدف الاستنكار في أغلب الأحيان بهدف وصم المقاومة أو المقاومين لمشروعي صالح والحوثي بالعمالة والارتزاك وهي أسئلة كان ينبغي الإجابة عنها بصورة كوية وحاسمة من قبل وسائل إعلام المقاومة منذ اللحظة الأولى لو لا أن المقاومة للأسف الشديد لم تحظى حتى الآن بخطاب إعلامي قفء يقوم بمهامه على أكمل وجه في حين أن الانقلابيين يوظفون بذكاء مثل هذه القضايا لتعزيز موقفهم الأخلاقي المهتر حيث يقدمون أنفسهم وكأنهم الجبهة الوطنية المدافعة عن اليمن أرضا وإنسانا وتاريخا ويقدمون المقاومة وكأنها مجموعة من المرتزاكة والعملاء في عملية قلب كاملة للحكائق تجيدها آلة الدعاية والتزوير الانقلابية المتمرسة من المؤسف فعلا أن نصل إلى هذه اللحظة الحرجة من الصراع قبل أن نقدم للجمهور إجابة واضحة ومركزة لكوايانا قبل أن نزود المقاومين بمختلف جبهاتهم بالحجة المنطقية الكافية لموقفهم من جماعتي صالح والحوثي ومن التدخل العربي في اليمن لتعزيز الموقف الأخلاقي الذي ننطلق منه جميعا في هذا الصراع هذا المحور من الحلقة سيحاول الوقوف أمام هذه الكضية ليصل إلى لبها الحقيقي على الأكل من وجهة نظر المستقلين غير الحزبيين وأظن أنها هي نفس وجهة نظر الأحزاب الوطنية ذات الفكر الناضج هل معقول أن الدكتور عبد الكريم الإرياني هيكونة السياسة اليمنية عميل للسعودية ومرتزكة؟ هل معقول أن ياسين سعيد نعمان ومحمد اليدومي وعبد الوهاب الآنسي وعبد الملك المخلافي ومحمد موسى العامري وتوكل كرمان وعبد الوهاب الحميكاني وعبد العزيز جباري ومحمد المخلافي وعلي المعمري وعشرات الشخصيات من مختلف الأحزاب والتوجهات السياسية والفكرية مرتزكة وعملاء للسعودية لمجرد أنهم رفضوا الانقلاب وأيدوا التدخل العربي في اليمن لماذا خرج هؤلاء من بلادهم واضطروا إلى اللجوء في دول الجوار؟ هل لمجرد الارتزاق؟ هل لم يكن من الأفضل لهم أن يبقوا في اليمن بجانب الميليشية ليرتزقوا معها من السوق السوداء ومن بيع الأسرى والمختطفين مثلا ومن نهب المال العام؟ وهل يحتاج رجل في سن وتجربة ومكانة الدكتور عبد الكريم الأرياني مثلا لأن ينهي حياته السياسية بالعمالة والارتزاق؟ المثل الصنعاني يقول عاد الجنان يشتي عقل لن نشغل أنفسنا بالحديث عن الأسباب التفصيلية التي دفعت معظم أذكياء اليمن وشرفائها اليوم إلى الوقوف ضد ميليشيا الحوثي أو ضد المخلوق وسنكتفي بإبداء مبرراتنا نحن في هذا البرنامج لعلها تكون شاملة لمبررات الجميع في هذه المعركة إن أول ما ينبغي أن يعرفه الناس اليوم هو أن الصراع في اليمن ليس صراع أحزاب بدليل أن الأحزاب انقسمت على نفسها وليس صراع مذاهب دينية بدليل أن أصحاب المذاهب الدينية انقسموا على أنفسهم وليس صراع أيديولوجيا مدنية بدليل أن الأيديولوجيين أنفسهم انقسموا على أنفسهم وأهم من ذلك أنه ليس صراع سياسة فقط كما يتوهم بعض البسطاء ومن في حكمهم من المتعلمين وحملة الشهادات العليا نعم هذا ليس صراع سياسة بل صراع أخلاك صراع قيم صراع مشاريع طويلة المدى وكل واحد منه اختار الخندق الذي يناسبه في هذا الصراع سواء بوعي أو بدون وعي طبعا هناك الكثير من المتعلمين والمحسوبين على المثقفين يعرفون هذه الحقيقة لكنهم يتهربون من الاعتراف بها أمام أنفسهم أولا خوفا من انكشاف عورتهم الأخلاقية وكما قلنا في حلقة سابقة نحن لا يهمنا هؤلاء الذين كرروا أن يقفوا في صف مصالحهم الأنانية وإنما يهمنا تلك الشريحة الواسعة التي اختلط عليها الأمر واضطربت بوصلتها أو تم تزوير وعيها بغير رضاها إلى هذه الشريحة من اليمنيين نوجه خطابنا ونقول نعم صراعنا مع الانقلابيين صراع أخلاق وقيم ومبادئ وإن كان ظاهره صراع منافع سياسية لا شك أنكم تتساءلون كيف تعالوا نمضي خطوة خطوة لنرى أين تكمن تدور المشكلة مشكلتنا الأساسية والحقيقية مع الحوثي والمخلوح هي مشكلة مشروعيهما مشروع الإمامة ومشروع التوريف لأن هذين المشروعين أكثر خطورة على اليمن واليمنيين من كل الكنابل والصواريخ التي قد تلقى عليهم من قبل أي عدو خارجي أو داخلي لماذا؟ لأن الصاروخ والقنبلة قد تكتل عددا محدودا من الأبرياء يمكن أكل بكثير من الذين يموتون سنويا في حوادث السيارات قد تدمر بعض مخازن السلاح الذي وجد واستخدم أساسا ضد المواطنين لا ضد العدو الخارجي قد تلحق هذه الصواريخ والقنابل الضرر في بعض المنشآت الوطنية التي يمكن تعويضها فيما بعد لكن في نهاية الأمر لا يمكن أن تستمر الحرب الآتية من الخارج المتطويلة لا بد أن تنتهي بعد سنة أو سنتين أو حتى عشر أما مشروع الإمامة ومشروع التوريث فإنهما سيلحقان الضرر بالإنسان اليمني والدولة والبيئة والحجر والشجر لعهود طويلة لا يعرف أحد متى تنتهي ولا مقدار الخسارة الجسيمة التي ستلحق باليمن لو تمكن هذه المشروعان من السيطرة لماذا؟ لأن مشروع الحوثي ومشروع المخلوح يصنفان ضمن ما يسمى بالمشاريع الشمولية أي تلك التي تجعل كل السلطات في يد شخص واحد هو الملك أو الإمام وهنا تبدأ لعبة الحظ مع الشعب فإما أن يكون الإمام الملك شخصية صالحة تحقق بعض العدل والخير للمحكومين وإما أن تكون شخصية سادية مستبدة كمعية تذيقهم صنوفا من الإهانة والعذاب وفي كل الأحوال لا أحد يستطيع أن يضمن أخلاق الحاكم أو أخلاق ورثته في الحكم الشمولي والتاريخ يقول لنا أن معظم الحكام الشموليين لم يكنوا صالحين لم يكنوا عادلين ولا محبين لشعوبهم بل مستبدين كاهرين أهدروا ثروات شعوبهم وطاقاتها وكرامتها ويقول التاريخ أن الشعوب ناضلت كثيرا للتخلص منهم ومن أنظمتهم القمعية وهنا وصلت الشعوب بعد نضال طويل إلى قناعة بأن الأنظمة الشمولية أنظمة غير صالحة للإنسان السوي وأنه لا بد من إزالتها أو إدخال تعديلات جوهرية عليها وهكذا ظهرت صياغ جديدة للحكم التي تهيمن عليها إرادة الشعوب وكانت هي البديل الأكثر كبولا لدى الشعوب والنخب كان هذا البديل هو الديمقراطية والدولة المدنية وانحسرت أكثر النظم المستبدة والشمولية في التاريخ من أبرز ما يميز المشاريع الشمولية عامة والمشروع الإمامي خاصة أنها مشاريع عسكرية أي أنها لا تستند في بقائها وتسيير أمورها على قوة المنطق والحجة ومبادئ الصراع السياسي كما هو الحال في الديمقراطية بل تستند إلى قوة السلاح ومبدأ الغلبة والمشاريع العسكرية بالضرورة هي مشاريع حرب وليست مشاريع بناء أي أنك إذا اخترت أن تقف إلى جوار نظام عسكري فإنما تختار الوقوف إلى جوار سلسلة من الحروب التي ستظل مفتوحة طوال الوقت هكذا فعل هتلر وهكذا فعل ستالين ومسليني وبيونيشي وصدام والقذافي وغيرهم مئات من المستبدين الشموليين طوال التاريخ وهذا يعني أن مشاريع التنمية ليست ذات أولوية لدى هذه النظوم فالمواطن لديها هو مشروع عسكري فقط عليه أن يعمل لبقاء النظام الذي يعطيه الفتاة ويعخذ الجمل بما حمل وبدلا من ذهاب الثروة الوطنية لبناء المدرسة والمستشفى والجامعة والطريق والحديقة بدلا من ذلك في ظل النظام الشمولي تذهب هذه المشاريع إلى مشاريع طابع عسكري لا يقيم وزنا للإنسان ولا للمواطن وعادة ما تعمل هذه الأنظمة على تحويل المواطن إلى ماعز ماعز يمشي جنب الحيط ولا يتدخل في شؤون السياسة والدولة أو تحول إلى آلة عمل لا روح لها ولا كرامة تعمل ليل نهار في مصانع الدولة ومؤسساتها المصانع والمؤسسات التي تصب في نهاية الأمر في جيوب كل من العائلات المترفة والشخصيات الانتهازية نعم الإنسان في ظل الأنظمة العسكرية والكهنوتية يفقد الكثير من إنسانيته وكرامته وحريته بعد أن يفقد الكثير من حظوظ التنمية في بلده في ظل الأنظمة الدكتاتورية العسكرية يصبح ضابط المخابرات التافه هو سيد المجتمع فوق العالم والمثقف والأديب والفنان في ظل الأنظمة العسكرية والكهنوتية تصبح قيم الشطارة والفهلوة والدجل والتزوير هي القيم الأساسية في المجتمع ويتمزك نسيج المنظومة الإخلاقية السامية التي تحمي المجتمع من الانهيار لأن الجميع يتحول إلى منافق ينافق الجميع من أجل لقمة العيش فيسود النفاق والخوف المرضان الكفيلان بإضعاف أي مجتمع وتقويضه في ظل النظم العسكرية لا تعيش إلا ثلاث فئات آمنة فقط هي الفئات التي يذكرها الممثل المصري خالد صالح في المشهد الآتي دي خريطة للأوضاع الاجتماعية في جمهورية مصر العربية في ظل المأساة اللي بتاعيشها البلد ما فيش حد يقدر يعيش متطمن على كرامته وحياته وقسرته إلا الأفراد في هذه المنظومات الثلاث أولا منظومة الجهات السيادية الحكومة أمن الدولة المخابرات بأنواع ثانيا منظومة العدالة القضاء النيابة الشرطة ثالثا منظومة الثروة وفي الحقيقة المنظومة دي بتتعامل وتكاد تشتري المنظومتين دول الناس دي بس هي اللي بتقدر تنام وهي متطمنة أني محدش هيقدر يزيها ولا يبوز لها حياتها ولذلك نقدر نسميهم الفئات الآمنة إلى يوم الدين أما اللي زينا حيا الله علماء دكاتنا مدرسين فإحنا مرشحين في أي لحظة نأخذ بالجزمة لا قيمة لنا في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هما وإحنا بقينا لاجئين عندهم وبناء على ذلك إحنا ما عندنا نجعل حل من اتنين الحل الأول هو أننا نطفش من البلد دي بأقصى سرعة حلوه في إين يعني أظن كلام خالد صالح واضح ومهم جدا الرجل يقول لنا إنه لا توجد غير ثلاث فئات في المجتمع يمكنها أن تنام وهي آمنة في ظل دولة العسكر والكهنوت أما بقية فئات الشعب فهي في خوف دائم خوف من ضباط المخابرات ضباط الشرطة خوف من المتنفذين الكبار في الدولة خوف من الفكر خوف من الظلم خوف من الذل إلى آخر ذلك هذه الفئات الثلاث الآمنة في مجتمع الدكتاتور هي فئة منظومة الجهات السيادية يعني الرئيس وأعضاء الحكومة ونوابها وكلائهم وضباط أمن الدولة والمخابرات بكل أشكالها وفئة منظومة العدالة القضاء وقضاء النيابة وضباط الشرطة وطباط الشرطة التابعين لمنظومة القضاء والفئة الثالثة والأخيرة فئة منظومة الثروة يعني التجار وأصحاب المصانع وأصحاب غسيل الأموال والتهريب وكل الذين لديهم أموال كافية لشراء المنظومتين السابقتين هؤلاء فقط هم الذين يستطيعون أن يذهبوا إلى سرير النوم آخر اليوم وهم آمنون مطمئنون في دولة العسكر والكهنوت مطمئنون على مناصبهم وعلى مستقبل أولادهم وأحفادهم أيضا والآن هل عرفتم لماذا يكف معظم هؤلاء في وجه التغيير؟ هل أدركتم لماذا يكف معظم أصحاب هذه الفئات مع دولة العسكر والكهنوت؟ إنهم يكفون مع مصالحهم الأنانية هذه هي الحقيقة لكنهم بالطبع لن يفسروا موقفهم بهذه الطريقة بل سيبحثون عن مبررات شريفة تغطي موقفهم غير الشريف من التغيير ليس مهماً ما سيقوله هؤلاء المبرراتية المهم أن نعرف أنه لا بديل لنا عن الدولة الديمقراطية إذا كنا نرغب أن نعيش نحن وأبناؤنا من بعدنا في أمان بدون حروب ونزاعات تعطل التنمية وتضعف المجتمع إذا أحببنا أن نتجنب ما حدث لبطر رواية 1984 هكذا اسمها رواية 1984 كتبها البريطاني جورج أوريول الرواية التي جسدت بأسلوب الفن الروائي ما حدث ويحدث في التاريخ باستمرار وقد نجح أوريول في تجسيد كبح النظام العسكري المستبد إذا تمكن من السيطرة على مكاليد القوة والدولة الديمقراطية التي ننشدها هي الدولة التي تعترف بحقوق الإنسان المدنية والسياسية وتسخر الكوات المسلحة والأمن وكل مؤسسات الدولة لحماية هذه الحقوق الحقوق والحريات التي تقوم أساساً على ماذا؟ على مبدأ المساواة خلاصة القضية لا توجد حياة آمنة بلا ديمقراطية ولا توجد ديمقراطية بدون حقوق إنسان ولا توجد حقوق إنسان بدون مبدأ المساواة والآن هل أدركتم لماذا نرفض مشروعي الحوثي والمخلوع؟ هل أدركنا لماذا قبلنا بعض الأضرار الجاجمة عن التحرر منهما؟ إن صراعنا مع هؤلاء ليس صراعاً من أجل مكاسب أنانية ضيقة صراعنا معهم صراع قيم وصراع أخلاق صراع قيم لأننا اخترنا قيم المساواة والحرية والكرامة للجميع وهم اختاروا قيم العنصرية والمناطقية والغلبة بالقوة واحتكار الكرامة والحرية لفئات محدودة من اليمنين وهو صراع أخلاق لأننا اخترنا خير الدولة الديمقراطية وخير العدالة والمساواة وهم اختاروا شر الدولة الديكتاتورية وشر التحيز العرقي والمناطق قد يقول البعض أنتم تبالغون في التخوف من مشروعي الحوثي والمخلوع لقد جربنا المخلوع طوال فترة حكمه ولم نجد هذه الدكتاتورية التي تتكلمون عنها أما الحوثي فإنه لم يحكم بعد حتى نحكم عليه من الآن قد يقول ذلك وجوابنا على هذا الإشكال من أكثر من وجه سنكتفي بالآتي أولا المخلوع كان يبني نظاما بوليسيا قمعيا رهيبا لكن هذا النظام لم يكن قد اكتمل بعد كان ما زال في مرحلة البناء وكان قد شارف على الانتهاء لو لا أن ثورة فبراير أجهزت عليه حين خلعت رأس السلطة من السلطة في الطريق إلى اجتثاث النظام البوليسي العسكري الشرس كان المخلوع قد عمل على استبدال مؤسسات الدولة الوطنية بمؤسسات جديدة تدين بالولاء له ولعائلته فقط فالجيش الوطني استبدل بالحرس الجمهوري الذي سلم زمامه لنجلة والأمن العام استبدل بالأمن المركزي الذي سلم زمامه الحقيقي لابن أخيه يحيى والأمن السياسي استبدل بالأمن القومي الذي أعطي زمامه لابن أخيه الآخر عمار ولولا أن ثورة فبراير أزاحت المخلوع من السلطة لكان مشروع التوريث سيمضي حتى النهاية كان صالح يظهر بعض المرونة تجاه الناس لأن مشروعه لم يكتمل بعد وما زالت أمامه بعض العوائق بدليل أنه عندما مارست ديكتاتورية في جمعة الكرامة انهارت سلطته وانكسم نظامه ثانيا مشروع الحوثي ظهر منذ البداية مشروع حرب وقهر وغلبة من أول وهلة وأخطر من ذلك أنه قام على إدلوجيا عنصرية وكل مشروع سياسي عسكري يقوم على إدلوجيا عنصرية هو مشروع موت وحرب واستبداد لا نظير له وإن شئنا أن نرى صورة نموذجية لهذه المشاريع السياسية الخطيرة يمكننا مراجعة تاريخ الإمامة في اليمن أو مراجعة تاريخ النازية في ألمانيا وما شابهها من المشاريع إذا كنا نرغب فعلا في معرفة ماذا يعني النظام العسكري هل هناك ما هو أقبح من فترة الإمامة في تاريخ اليمن؟ وهل هناك ما هو أخطر من حكم النازية؟ وهل نحن مستعدون لترك أبنائنا وأحفادنا في وطن مخيف تحكمه البيادات العسكرية والثقافة الكهنوتية؟ أتركوا الإجابة لضمائركم مشاهدين الكرام إلى هنا نصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة من الأجندة يمكنكم متابعة هذه الحلقة على مواقع كناة بلقيس وفي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر واليوتيوب إلى أن نلتقي كونوا بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة